سوف نقوم الآن بشرح شاشة الصناديق في برنامج المحاسب الأول يتم الدخول إلى شاشة الصناديق من خلال قائمة التهيئة الصناديق تكمن أهمية شاشة الصناديق أننا إذا لم نقوم بتحديد أرقام الصناديق التي نستخدمها في نشاطنا التجاري فإنها لن تظهر في بقية الشاشات سواء صنادة الصرف أو القبض أو فواتير المبيعات النقدية أو التوريد النقدي فإذا ما ذهبنا مثلا لتنفيذ سنة صرف نقدا وضغطنا على زر الإضافة ثم قمنا مثلا نقدا وحاولنا مثلا استعراض الصندوق نلاحظ أننا لا نجد أي صندوق موجود لدينا في حق رقم الصندوق السبب في ذلك أننا لم نقوم بإضافته في شاشة الصناديق لذلك سوف نقوم بإضافة بشاشة الصناديق كي يظهر في بقية الشاشات المختلفة شاشة الصناديق أما خطوات استخدام شاشة الصناديق على النحو التالي الضغط على زر الإضافة رقم الصندوق واحد رقم حساب الصندوق المضاف في الدليل محاسبتي من ضغط على F9 واختيار مثلا صندوق ريال يمني رقم التسلسل رقم التسلسل خانة مهمة لابد فهمها ماذا يقصد برقم التسلسل؟ يقصد برقم التسلسل هو تسلسل السندات في برنامج المحاسب الأول فمثلا إذا كان رقم التسلسل لجميع الصناديق الريال والدولار والسعودي وغير من الصناديق واحد فمعنى ذلك أن جميع الصندات التي يتم صرفها بالعملات المختلفة من الصناديق المختلفة ستكون متتابعة متسلسلة يعني إذا صرفنا صندوق ريال سعودي رقم واحد وصرفنا دولار من الصندوق دولار فإن رقم سيكون اثنين وصرفنا ريال يمني فإن رقم السنة سيكون ثلاثة متسلسلة لماذا؟ لأن جميع الصناديق الدولار والريال والريال السعودي رقم تسلسلها واحد لكن إذا مثلا اخترم مثلا رقم الصندوق اثنين دولار وكان رقم تسلسل مثلا مختلف اثنين معنى ذلك أن تسلسل الريال اليمني سوف يكون منفصل عن تسلسل الدولار منفصل عن تسلسل الريال السعودي طبعا يتم اختيار التسلسل بناء على طبيعة عمل المنشآة ونشاطات تجاري هل تستخدم سنة الدفاتر أو سندات صرف واحدة متسلسلة أم أن هناك تسلسل منفصل لكل صندوق من الصناديق المختلفة ويتم كذلك الحب نضيف مثلا ريال سعودي ضغط على زل الإضافة في حالة وجود ريال سعودي في الدليل المحاسبي سوف يتم ادخاله في شاشة الصناديق من أجل أن نقوم بإستعادة الصناديق التي تم إضافته فقد تضغط على زل العدسة البح تضغط جميع الصناديق التي قمنا بإضافتها متى يمكن التعديل في الصناديق؟ يمكن التعديل في الصناديق أو حاف أحد الصندوقين في حالة لم تتم أي عملية محاسبية لا سنة صرف ولا قابض ولا فوات المبيعات نقدية ولا أوامر مقزنية نقدية شكرا